هذه رسالة من المستمع أبي الحارث مقيم في المملكة العربية السعودية بعد فيها أسئلة طوالا يقول في أولها أحرمت بالعمرة يوم السابع ليلة الثامن منذ الحجة فوصلت مكة وطفت وسعيت وقصرت وأنهيت مناسك العمرة قبل صلاة الفجر ولم أنزأ ثياب الإحرام لأنه لم يكن لدي ملابس في ذلك الوقت وكذلك لم أستعمل الغسلة لزحمة الناس وفي الصباح أحرمت بالحج من مكة لكي يكون حجي تمتعا فذهبت إلى منا وجلست بها إلى اليوم التاسع ثم تحركت إلى عرفة وجلست بها إلى الغروب ثم رجعت إلى مزدلفة وأمسيت بها وفي الصباح خرجنا إلى منا فرجمت وحلق ثم ذهبت إلى مكة فطفت وسعيت ثم رجعت إلى منا وجلست بها أيام التشريق الثلاثة ورجمت الجمرات وصمت أيام التشريق الثلاثة لعدم استطاعتي على الهدي وهذه حجة الفريضة بالنسبة لي فما حكم حجي هذا علما أني قد حججت وعلي بعض الديون وقد أصاب من دي لي شيء من العطر وأنا ناس فما حكم حجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعدك كما وصفته من أفعالك لأنك أديت مناسك العمر كاملة ولكنك لم تنزع خيابك خياب الإحرام ثم نويت الإحرام بالحج وعليك ملابس الإحرام بعد العمرة فهذا شيء صحيح ولا يلزم أنك تنزع خيابك الكلام على وجود النية فما دام أنك أكملت مناسك العمرة قد تحللت منها ولو لم تخلع الملابس وكونك أحرمت بالحج ولويت الحج أيضا هذا عمل صحيح ولو لم تغتسر لأن الاغتسال للإحرام سنت وما ذكرته من أنك لا لم تجد الهدي وصمت عشرة أيام هذا هو الواجب عليك الواجب أن تصم ثلاثة أيام في الحج وأنت تصم سبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك قوله تعالى أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فما ذكرته ووصفته من أعمالك كله صحيح والحمد لله عشرة أيام في الحجم ترجمة نانسي قنقر